الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حظراً على الاستثمارات الخارجية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وفي بلدان إشكالية مثل الصين لمعرفة التفاصيل تابعون أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن قرار جديد يقضي بفرض حظر على الاستثمارات الخارجية للشركات الأمريكية في مجال التكنولوجيا المتقدمة ولا سيما الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية في دول تعتبر إشكالية منها الصين تهدف هذه الخطوة إلى حماية الأمن القومي الأمريكي من خلال منع نقل التكنولوجيا الحساسة إلى دول تستخدمها في تحسين قدرتها العسكري وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الولايات المتحدة الأمريكية للتصدي للتقدم العسكري الصيني وتقييد تدفق الاستثمارات الأمريكية في المصانع الصينية القرار الجديد يفرض على الشركات والأفراد الأمريكيين الإبلاغ عن تعاملاتهم المحددة مع حظر تصريح على بعض التعاملات مع كيانات تتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة تعكس هذه الخطوة أول تدخل حكومي من نوعه واسع النطاق لتقييد نشاطات الشركات الأمريكية في الخارج وتأتي بعد تحذيرات سابقة من تورط بعض الشركات في تحسين القدرات العسكرية للصين تشير الولايات المتحدة إلى أهمية حماية التكنولوجيا الحساسة والابتكارات العسكرية الجديدة وتقييد نقلها إلى دول تهدد الأمن القومي الأمريكي على الرغم من هذا أكد مسؤولون في البيت الأبيض على طابع مرسوم المحدود مشددين على أهمية استمرار الاستثمارات الأمريكية الخارجية للشركات تعتبر هذه الخطوة جزءا من جهود الولايات المتحدة للتحكم في تدفق التكنولوجيا والابتكارات ومنع استغلالها في الأنشطة العسكرية للدول الإشكالية شكرا لمتابعتكم بالفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس بي بي